في حديث يقول السائل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعون من أمة يدخلون الجنة بغير حساب ومنهم الذي يرقى نفسه لا يدخل في جملة هؤلاء ما معنى هذا الحديث وهل هو صحيح؟ الحديث رفع لي قال صلى الله عليه وسلم إذ رفع لي سواد عظيم فقيل لهذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب ثم نهض ودخل صلى الله عليه وسلم منزله فخاض الناس في أولئك منهم؟ هل هم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو هم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا؟ خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه منهم؟ فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون وهذا وصفهم الذي وصفهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم